ليس جديداً على الغرب وأعلامه التعاطف مع العدو وعدوانه ووصفه بدفاع عن نفس ولكنه ليس جديداً أيضاً على المنظمات المدنية الغربية قبل العربية أن تنطفض حقوقياً في وجه وسائل الأعلام الغربية التي باتت منبراً للتعاطف مع إسرائيل ففي بريطانيا انطلقت تظاهرات في أنحاء عديدة من البلاد رافضة تغطية شبكة بي بي سي المنحازة إلى الجانب الإسرائيلي في العدوان العسكري على غزة وهي شبكة ممولة من القطاع العام وهو ليس انحياز الشبكة الأول للعدو وطالب المتظاهرون الشبكة بالتزام الحياد والمهنية في تغطية الأحداث وبعدم قلب الحقائق لمصلحة الجانب الإسرائيلي وقد شارك في العريضة التي انتشرت عبر مواقع التواصل أكثر من 45 ألف مشارك وأفاد ممثلون عن منظمات المشاركة في رسالتهم أن الشبكة تجاهلت ذكر معلومات مهمة مثل عدد سنوات الاحتلال وعمليات التهجير والحصار مضيفين أنه عند تصوير قصف إسرائيل لمنازل السكان المدنيين على أنه رد أو انتقام لهجمات صاروخية من قطاع غزة نود أن لا تنسوا ما يحدث للأغلبية العظمى من الشعب الأعزل من قتل وتهجير أما في أمريكا وإعلامها الخاضع بولائه لإسرائيل فقد وجدت غزة إعلاميا واحدا ينصفها ولو عن طريق التهكم في برنامجه الساخر إذ قال مقدم البرامج جون ستويرت في سياق حديثه عن حياز الإعلام الأمريكي ضد غزة أن العالم جنة وعن تبادل الطرفين إطلاق الصواريخ والضرب قال ساخرا أن معظم صواريخ حماس تسقطها القبة الحديدية الإسرائيلية إسرائيلي صواريخ can even now download a warning app you'll get it on your phone and you'll know exactly what city is being targeted and when it's being targeted how are the Gazans notified which serves as an Israeli warning of an upcoming airstrike hmm so the Israeli military warns Gaza residents of imminent bombing with a smaller warning bombing an amuse boom if you will they're a living political cartoon for the war in the Middle East العدو لم يكتفي بتجيش الإعلام الغربي إلى صفه بجعله ضحية صواريخ المقاومة بل هو يقوم يوما بعد آخر بإرسال مشاهد من طائراته الحربية خلال عملية إلغاء القصف على أهداف في غزة لوجود مدنيين فيها ووكالة رويتورس تقوم بنشرها إلى جميع وسائل الأعلام وهنا السؤال الأهم كيف إذن قتل أكثر من أربعين طفلا في غزة إذا كان العدو متعاطفا وحذرا إلى هذه الدرجة هل ترى له أن الصندويش الذي يحملونه هو صاروخ أم الكرة التي يلعبون بها هي قذيفة فعلا يبدو أنه كما قال ستويرت العالم قد جن